أثارت الفنانة علاغانم الجدل في الساعات الماضية وذلك بعد انتشار خبر اعتزالها الفن وهجرتها لأمريكا مرة أخرى حقيقة اعتزال علاغانم الفن وعلقت علاغانم على تلك الأنباء قائلة غير صحيح اعتزالي الفن وحاليا أنا بصدد التحضير لفيلم جديد آخر أعمال علاغانم ويذكر أن آخر أعمال علاغانم هو فيلم أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر الذي تم عرضه خلال الفترة المقبلة بصلاة السينما وحقق إيرادات جيدة فيلم أولاد حريم كريم شارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم وبسمه ودنيا البحيري وعلى غانم وخالد صرحن وعمع عبد الجليل وتيام مصطفى قمر ورنا رئيس وهنا داوود وعدد من الوجوه الجديدة وتأليف زينب عزيز وإخراج عالي إدريس ومن انتاج شركة أنتلجنت إبريدكشنز وتوزيع خارجي الروتانا أكدت الفنانة علاغانم أن ما يقال حول هجرتها إلى أمريكا والاستقرار هناك بشكل نهائي ما هي إلا شائعات وقالت مش ممكن أسيب بلدي وأمشي وأنا عندي فيلم جديد الاسمه حارة القصعية أبدأ تصويره في شهر مارس المقبل وكان آخر أعمال علاغانم فيلم أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر داليا البحيري بسمه علاغانم خالد صرحن عمو عبد الجليل وبشرة تيم مصطفى قمر رنا رئيس وهنا داوود يوسف عمر كريم كريم وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس وعادت على بالفيلم إلى السينما بعد غياب خمس سنوات فيلم أولاد حريم كريم يعد استكمالا لنجاح فيلم حريم كريم الذي عرض منذ 19 عاما وتحديدا في عام 2005 حيث استكملت الأحداث إذ تنشأ علاقة حب بين كريم حسين تيم قمر وأيلا رانا رئيس وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني مصطفى قمر أنه ابن زميلته وحبيبته زى السابقة مها داليا البحيري ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما هالة علاغانم ودينا بسمه وحلت علاغانم ضيفة في ندوة مع أبطال فيلم أولاد حريم كريم وقالت أنها كانت مستبعدة أن دورها خلال العمل بيضحك زي الفنان عمرو عبد الجليل وخالد صرحا ولكنها تفاجأت أن الجمهور بيضحك وهذا شيء أسعدها وأضافت علاغانم أن الجزء الثاني من الفيلم به عمق ومواضيع كثيرة وكل شخصية عندها مشاكلها الخاصة الموجودة في المجتمع والشارع المصري بالإضافة إلى كان هناك حالة نج عند الممثلين خصوصا الشباب